نبدأ بإضراب أطباء الامتياز نتابع التقرير لليوم العاشر على التوالي يستمر أطباء الامتياز في تنفيذ إضراب بأكثر من 30 مستشفى في العاصمة والولايات واستدعوات لتنفيذ وقفات احتجاجية بعدد من المستشفيات وتصعيد القضية المطالبة بإجازة هيكل راتبي خاص بالأطباء وكانت إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة قد أكدت لبرنامج كالآتي تشكيل لجنة لمعالجة مطالب أطباء الامتياز والتي من أبرزها صرف راتب ثمانية أشهر وتحسين وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ومجانية الخدمات الصحية في الطواري ومراكز الرعاية الصحية الأولية وبحسب جولة قامت بها كاميرا برنامج كالآتي لمستشفيات في بحري وأمدرمان فإن إضراب أطباء الامتياز أحدث ربكة واضحة وزاد معاناة المرضى والمستشفيات وأكد مسؤولون بالمستشفيات أنه بالرغم من الجهود والمحاولات التي تبذلها إدارة هذه المستشفيات لسد الفراغ الذي خلفه غياب أطباء الامتياز المضربين إلا أنهم أكدوا أهمية حل قضية الأطباء بأسرع وقت ممكن حتى لا يتأثر العمل خاصة بأقسام الطواري في هذه الأيام إننا بعض الصعوبات زي فقدنا أطباء الامتياز الشريحة المهمة والدينامو المحرك للعمل في الطواري وفي المستشفى بالرغم من أنه نحن في الطواري شغالين والعمل يسير لكن نحن بنتمنى أن مشكلة أطباء الامتياز تتحلى ونحن إن شاء الله سعين لحل مشكلتهم لأنه هي مشكلة مهمة شديد ويتمنى أن تتحلى حل جزري مسؤولون آخرون أكدوا لبرنامج كالآتي أن بعض المستشفيات لا يمكنها الاستمرار طويلا بهذا الوضع في ظل إضراب أطباء الامتياز وإذا استمر الحال هكذا فقد يحدث انهيار وأن الحل الوحيد هو الاستجابة لمطالب الأطباء مشيرين إلى أن كلفة الاستعانة بأطباء آخرين ستكون أعلى بكثير مرات بطبيب الامتياز مرحب من جديد دكتور عصمة مصطفى يوسف مدير الإدارة العامة لطب العلاج الاتحادي بوزارة الصحة دكتور عصمة مساء الخير مساء النور دكتور آخر مستجدات إضراب أطباء الامتياز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرق المصدرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة الإضراب يعني اتدى في المواعيدة اللي هم غرغوا وقبل بداية الإضراب علينا عملنا معهم اتماع وانا كنت احطي الاتمع للتجرير اللي انتو قدمتوه جبل المداخلة بتاعتيلي يعني الإضراب يعني الناس زي اللي كانت الحاجة اللي طالبينها يعني حاجات محددة يعني وفعلا كان فيه مشكلة في قصة حتى طباء الامتيازي يمكن تكون عملية محقدة شوية لانها ما هي يعني وزارة الصحة لوحدة بتدخل فيها وزارة المالية وتدخل فيه حتى في الوزارة الصحة تدخل فيها إدارات مختلفة إدارة شؤون الموظفين والإدارة المالية فجلسنا معهم ويعني في الاجتماع الأول تقريبا وصلنا معهم لحلول يعني تتراه حتى من 90% شنو المطالب المحددة اللي رسعت لكم المطالب المحددة بتاعتهم يعني كانت هي افتغطوا دي الحاجات اللي نحن نغشناها معهم اللي هو التأخير بتاع الرواتب في تقديم عدد الشهور التي اخرت فيها الرواتب إجمالا نعم في ناس عندهم ثلاثة شهور في ناس عندهم أربعة شهور في ناس عندهم ستة شهور في ناس عندهم ثمانية شهور فإن كانت هناك تأخير في الرواتب دي ونحن في وزارة الصحة يعني نبيه بحيث أنه يعني الامداد من المالية كان برضه يعني يكون تأخذ يعني هو المطلب المطلب الروفع ليكم هو مطلب واحد وهو معالجة متأخرات وهو معالجة متأخرات 90% ما تم الوصول له ده عبارة عن شنو الآن نعم نحن نتكلم على مطلب واحد وذكرت الالكتور عصمت أنه 90% من المطلب ده تقريبا في طريقه للحل مشلو تفاصيل الآن وصل 100% لدرجة أنه هم الليلة طلعوا العطوة الليلة اليوم في المساء طلعوا ضيان ورفعوا الإضراب 100% معنى أنه هم استلموا مستحقاتهم أو في طريقهم الاستلامة خلال كل الناس ده تقريبا استلمت مستحقاتها ما عدا وده الكلام اللي نتنا ورينه اليوم وهما الدونة لسه فيها عظيم زي 140 هما ده عندهم مشاكل خاصة مع البنوك يعني يكون شخص طبيب أنه الحساب بتاعه ما منشط مرات البنك رجع لنا يقول مثلا عايز المشكلة فنية الوزارة ما عند أصيبها كما العدد الكلي إذا فيه 190 شخص عندهم مشاكل فنية في حساباتهم أو في البنوك العدد الكلي للطباء اللي كانوا مضربين أول عالجت مشكلتهم الآن وزارة الصحة كم كان عددهم ما هو طبع الامتياز الآن في السيستيم اللي هو شغالين يعني أكثر من 3 ألف طبيب يعني أكثر من 3 ألف طبيب كلهم مشاكلهم الآن اتحلت حتى أثناء ثلاثانين ديل يعني أديناهم فرصة أنه بحيث أنه يجي يعني يوفقوا أوضاعهم مع البنوك ومع الإدارة المالية ما شروا أعمالهم وأنهوا الإضراب تغريبا يعني حس البيانة الصدر منهم في المساة هم أنهوا الإضراب ما أبعرف إذا كان معاكم في البرنامي الجنات منهم يعني ممكن يقول لكم البيانة اللي هم نزلوه ده 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 عملياً عملياً الإضراب انتهى بمعنى أنه باشروا أعمالهم عملياً مفروض يكون انتهاء نحن الاجتماع آخر اجتماع كان أميد وحتى نحن سألناهم سؤال مباشرة يعني هو بعد الاجتماع لأنه عملنا معاكم ده الإضراب حيث رفع ولا لا حتى أنه كان فيه والإضراب الأخير ده يعني كان برأسة وزير الصحة الاتحادي ولما طلبوا منهم إفادة يعني على أساس أنه هل انتوا رفعتوا الإضراب ولا لا قالوا لحد ما نمشوا نتشاور فالآن اليوم في المستطلع على البيان بتاعهم مطالما استلموا مستحقاتهم وتحقق مطالبهم من الطبيعي أن يكون الإضراب انتهى الإضراب بتاع طباء الامتياز ركتور عصمة ما الأول والخش أنه ما يكون الأخير قطاعات كثيرة داخل المجال الطبي من حين لآخر بنسمع صوتهم وبيصل إلى مرحلة الإضراب زي ما حصل من طباء الامتياز بقية الفئات أو القطاعات داخل وزارة الصحة برضو غيرت مشاكلهم الفئات دي نحن الذاته ماجزه منها يعني أنا حصي كطبيب أنا كطبيب يعني برضو ما حاسب لما بالذات الآن أنا بقول لك يعني نحن في وسط العطبة لما مثلا الناس اللي بدي الكلام هو أقول لك الكلام الدائري مثلا في هذه الأيام يعني إذا اللي مثلا اللي هو الأساتذة بتاعين للجامعات الواحد راد بوريسي للأربع مئة والتلتمية والكل اللي عنده نشفة التخصص اللي هو ما أخذ الطبيب فما في مبرر الرجن يعني جد بيجا فيه إحساس هو أنه نتوقع عنه في الفترة الجاية برضو طفار يعني ما حسنا دي ما شريحة واحدة شريحة تعطيب بالمتاعزي لكن برضو بنتوقع في الفترة الجاية أنه يكون فيه يعني وقد تكون فيه إضرابات وقد تكون فيه أصفات بالنسبة للإحساسيين بالنسبة للعطبة العامين بالنسبة للنواب النتيجة يعني اللي بيحسوا أنه يعني على الأجل الناس عايزة تدعادل مع الفئات التانية ما في أي جراء قبلي لكي لا نصل لإضراب وتضرر وطعات راسعة للناس هل ما ممكن الآن تتم تواصل بين مزارة الصحة باعتبار ممثل لهولا لطباء المزارات المعنية الآن اليوم أننا كنا في اجتماع الاجتماع للزوء للسيد وكيل وزراء الصحة والوزير المكلف تكلم عن الموضوع ده وأنه يعني بيرفع يعني حيرفع المواضيع دي بالنسبة لمجلس الوزر حلس أنه يعني يكون فيه إجراءة قبل أن الناس برضو تصل مرحلة الإضراب زي ما حصل بالنسبة لله إلى الآن الوضع المستثب لكن بيحس أنه بتتململ في الداخل يعني الواحد ما ينكر حاجة زي دي أنه في تململ وسط العطيبها بيحسده أنه يعني ما ماخذين حبوبهم كالفئات الثانية وبشوفوا كله فيها بيتعمل إضراب في الآخر بتحقق لها وطالبة فأنا بقول يعني على الأجل يعني الدولة عشان الناس ما يخدوا في حتة زي دي مقبوض يكون فيه مثلا برنامج عام لربع الأجور ولا مع الحاجة الانفليشن الحاصل في البلد شكرا دكتور اسمت مصطفى يوسف الله يبارك فيك شكرا جزيلا المدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية